المهلة الروسية للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبل المحاصرة تنتهي ما يهدد بنهاية المفاوضات الروسية الأوكرانية لوقف عملية القتال وزارة الدفاع الروسية أكدت أن من يضعون السلاح سيمنحون الأمان ويتمتعون بحرية الحركة مشيرة إلى أن مئات المقاتلين الأجانب يوجدون داخل المدينة من جانبه نفى مجلس الأمن القومي الأوكراني سيطرة الروسي على كامل ماريوبل مؤكدا أن المقاتلين يواصلون الدفاع عنها فيما حذر الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي من أن تصفية آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبل سينهي المفاوضات مع موسكو كلما ازدادت قوتنا كانت نتائج هذه المحادثات أفضل فكلما ظهرت قضايا شبيهة بالجرائم ضد المدنيين لن تكون هناك فرصة لعقد المفاوضات فعليا أو تنفيذها أعتقد أن الروس يرتكبون خطأا فادحا بالقضاء على كل رجالنا في ماريوبل ما يفعلونه الآن يمكن أن يضع حدا لأي شكل من أشكال المفاوضات من جهة أخرى تواصل القصف الروسي على مناطق متعددة في أوكرانيا من بينها العاصمة كييف وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية في أوديسا خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 23 ألف قتيل منذ بداية الحرب الروسية وقد تواصلت خلال الليل الغارات الروسية المدمرة على خاركيف شرق البلاد وأكدت القوات الروسية أنها قصفت مصنعا للسلاح في منطقة بروفاري بكييف وأكدت أن عملية القصف هي ثالثة على التوالي وهددت بتوسيع وثكتيف نطاق عملياتها في محيط العاصمة كييف